ليه كل ده بقى بيحصل في الاهلي؟ بصراحة يعني وانا عملا افكر الاهلي بقالوا سنتين بيبني فرقة بيشتغل وعلى فكرة من قبل مارسل كولر كمان حتى مع موسيماني لا طبعا بقى في رأيي انا بشوف ان مارسل كولر افضل من موسيماني بس يعني الاتنين نجحوا مع النادي الاهلي الاتنين نجحوا مع النادي الاهلي بس كده كده الاهلي بيبني بيضم عناصر شغله في زكاء ما بقاش الاهلي يشتري بالجملة يعني السنة اللي هتلاقي يجيب تلات لعيب السنة اللي بلاقي تلات لعيب فيها لعب ممكن اجيب لتنين لعيب او لعب مش اللي هو هجيب بالكوم فتلاقي الاهلي بيعانده وفرة من اللاعبين المميزين انت طبعا شغل ادارة في البداية هو اجهزة فنية وبالتأكيد قدرات لعبين طبعا تفكر هو فين دلوقت سورات النادي الاهلي قلت قلت جدا هجوم كاسح الاهلي لو ما سجلش في مباراة على الاهلي هيوصل لمرمى الخصم عشرين مرة على الاهلي طبعا كده كده الاهلي كويس اخروا سوق حظ او رعونه مثلا من اللاعبين او من عدم تركيز او بداية موسم زي ما حصلت في مباراة اتحاد العاصمة حاجات كده استثنائية لكن بالمنظر ده الاهلي يراكب القطر وماشي لا ماشي وبيجري وبيجري مبروك للنادي الاهلي مبروك لجمهير النادي الاهلي الاهلي استفاد طبعا بفكرة انه بلعب النهاردو مباراة الزهاب الليلما فوت بها في أسيبيا في القاهرة مباراة wickedة لها تلعب في القاهرة زهاب وقاياب يعني النهاردل اي كاسبان تلاتة صفر خارج أرضه على الورق يعني خارج أرضه لكن فعلا هو اكسب على أرضه بس على الورق هو اكسب المباراة اللي خارج أرضه تلاتة صفر خلاص الامور مضمونة احنا نفكر الاهلي هيعمل ايه في المنافسة في دور المجموعات وما بعد ذلك عشان حتى الدور المجموعات الاهلي ما يقفش عنده